اهلا بحضركم بعد الفاصل احنا اتكلمنا وقلنا دور الاكاديميات دي هل مجرد ان الولد عشان ما يكسرش الحاجات في البيت فالأسرة بتاخده توديه يلعب اهو في النادي الاهلي ومن سن كم سنة وهل دي ليها دور فعال ان يتأهله كويس من يلعب للناشئين الملحوظ دلوقتي ان الناس كلها بتجيبوا لدها تلعب كورة عاوزة محمد صلاح عايزين محمد صلاح فطبعا الاكاديميات يعني احنا بالذات في النادي الاهلي احنا بنبدأ من اربع سنين بس على شرط يشوف ان هو يقدر يجري يقدر يتكلم يبقى فاهم فبناخده اربع سنين بش سنه قليلا صغير بس احنا دول ما بنمرنهمش كورة كورة انتوا بتنقوهم من وسط الولاد لا هو ما بيجي عايز اشترك فبيجي وليه امره او ولته بتقوله احنا عايزين عايز ادخله مثلا فانقول لا هاتي بس اربع سنين ده بقولك ان مو الجثمان زي ما كنا بنكادر في الاول لسه ما اكتمانش احنا بصها كابتا احنا معين مدربين صغيرين عشان بيشتغلوا معهم حاجات طرفهية يعني انت عاوزة الله اطاقة اللي عنده العاب طرفهية بنحببه في الكورة كورة بتاعتهم صغننة بنحلمهم بيجري حاجات كلها ألعاب طرفهية بس ما فيش اي حاجة فيها لان ده صغنن خالص لسه عشان ما يقصرش وفي نفس الوقت اه يعني وليه امره بيجيبه بيطلع الطاقة اللي عنده وبيحببه في نفس الوقت ان هي الميزة بيحببه في الكورة نعم ويشوف المدموع اللي معاه يبتدي يتعود لكابتا انه يتعامل مع الولاد طب الاكاديميات ليها اختبارات ولا لا ملياش اختبارات تاخدوا اي عدد ممكن لا الاختبار هو بس بيشوف الولد اللي هو تعليم مهارة بيتعلم المهارة عنده موهبة بيشتغل مع الولاد بيتمرن ها دي برضا الصورة دي دي في العبور دي هكذا دي في العبور ها سامع عباس اهو موفق الباشا الاتنين في النص جنب الكتب سامع عباس بقى موجود معاك ها ها موجود معنا في العبور وموفق الباشا هو مدير الفرق هناك ومجموعة كبيرة ما شاء الله في العبور ده برضو هنا في كابتن رامي هوت لان ده الفرق اللي هي العشرة والحداشرة والدنس الولاد الصغيرين الجول كيبرز كمان الاتنين ما شاء الله تحسن ودي الصورة التانية هي ده في العبور دي برضو كان عاملين يوم افتتاح كده وجايبين بنعمل اشكال كده برضو عشان الولاد الصغيرين يتصوروا معاهم وبتاعة تبقى مبسط طيب انت شايف ده في الشرقية دي يا كابتن ده في الشرقية ما شاء الله برضو مهرجان بيعملوا مهرجانات هناك كويسة والولاد صغيرين وكبار شوية اكرامي ماكتشفش لسه كم حارس مرمى لا اكتشف لا 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 عاملين له اهو ياسر ريان موجود معنا لا ما بييجي الكابتن اكرامي بيعمل له مختبارات كمان وبيشوف الولاد الكويسة طالح حالي ولا مافيش حاجة اه لا فيه ناس كويسة اوي ده ده صور تاني هون هادي برضو كان الكابتن الخالد هو معنا دول كم سنة دول دول برضو عشر سنين عشر سنين لسه صغيرين دولا اصغر كمان من عشر سنين طب المقابل المادي انتو شافينه كبير ولا قليل خاصة في الحياة اللي احنا عايشينها الفترة كمادة يعني اه هو قليل طبعا قليل اه يعني بس على حسب الظروف بقى اللي موجودة في النادي او الليحة المعمولة فيه لايحة معمولة برضو جابت انشاءال طبعا بيش عليها هل ولاد النادي غير اللي بيجي من بره على حسب بقى السفي بتاعه السفي بتاعه ليه ابنات كده بتتحط يعني العضو العامل في النادي ليه قيمة معينة واللي بيجي بره النادي اقل من اللي بره بتقباله والناس بتجيلكم من بره اه لا ناخد الناس من بره بس اعلى من اعلى من اللي موجود فيه عشان يبقى فيه فرق عشان يبقى فيه فرق اه نشوف لعيبة في الاكاديمية مكسرة الدنيا ربنا يدينا العمر بقى يا كابتن ربنا يديك الساحة والعافية عندنا ولاد صغيرين احسن حاجة اتعاملت السنادي كابتش انت عاملها بصراحة الولاد اللي بيلعبوا دوري لعبوا دوري هزادوا يعني انا بأمانة يا كابتن احنا انا مشرف عليهم فبروح احضر المتشاط معاهم الولاد دي اللي بيجي من ضمياط اللي بيجي من اسكندرية اللي بيجي من الغرداء ده بقى عشان بيحبوا النادي الاهلي ولا بيحبوا الكورة عشان بيحب النادي الاهلي نمر واحد وطاني حاجة عشان بيحب الكورة بيحب الكورة وليه امره بيجيبوا بالدرجة ان احنا بنمرانهم تمرينة واحدة في الاسبوع مش قليل جدا بس هتعمل ايها كابتن احنا بنلعب دوري جمعة وسبت اه الى سواء فيه فرق بتلعب مثلا عشرة وحداشرة بالعب احنا بنمرانه بيجي التمرينة يوم ثلاث وبنلعب يوم الجمعة وسبت نظرا للظروف اللي احنا فيها بس وبيجيلك من ضميات وبيجيلك من اقاليم ما شاء الله العيب كويس اول اخترته من الاختبارات سنو كم سنة ده عنده 11 سنة ما شاء الله ده اسموي كده عشان بقى نقولي اسمو احمد احمد انا معلمه يعني اخترته وهو بيلعب فبقولي انا بيلعب بكريت وتقولي انت متلعبش بكريت يعني بتغير البوزيشن بتاعه اللي انت شايفه ده المهمة المدرب اه ازاي وظف اللي عيد ازاي انا ممكن اشوف فيه حاجة غير اللي هو مثلا حطيتها في دماغه ممكن اخليه فرود انا شايف ان فيه ما شاء الله بياخد الكرة ويعدي وسرعة ورجله ما شاء الله جامدة لازم الحاجات دي كلها المدرب يبقى عينوا عليها ما شاء الله اه